مهند طبعاً شن رأيك في الأوضاع اللي صايرة بسبب أزمة كورونا؟ الأوضاع على الراهنة طبعاً مش على ليبيا بس ومش على يناو لكن تبس يعني على ليبيا كلها وعلى العالم كلها وكان أنا شخصياً ما كنتش في ليبيا لما اسمعنا بأول حالة والحمد لله طبعاً هي شفت وإن شاء الله البلاد كلها يعني ما يضرى لها شي بس كأني كنت غادي يعني شوفي إن أنات قاعدة هنا في تركيا وقريب 7000 حالة ومحسيتش بالحسيت لما سمعت الأول حالة في ليبيا الحق دعيت لألبا الراجل طيب وإن شاء الله أربي يشفينا ويهدينا ويبعد علينا كل البلاد إي بس توا قالوا إن الحالات كترت يعني ما عش ولد حالة واحدة بس ممكن حوالي 8 حالات حالياً في ليبيا قلت الحفاظ قلت الحفاظ إحنا عندنا نشوفه في الكورونا في الليل بس لأننا حاضر في الليل بس لا الكورونا مش في الليل بس الكورونا في النهار وفي الليل وزي ما قلت انتي يعني ملياش صغير ولا كبير ما تعرفش يعني نجرب ونشد حياتنا بس نتواحد في شي واحد مرة في حياتنا يعني إننا نكونوا مع بعضنا ونحسوا ببعضنا يعني ما تحسش بي حس بأمك بوك أختك كوك نسيبك عائلتك أهلك ناسك صحابك يعني هل أنت شايف إن الإجراءات الأمنية اللي واخدينها في ليبيا على سب سب فيروس كورونا هل هي إجراءات صح ولا أنت قلت بس في الليل؟ لا هي أكيد إجراءات صح لأننا مخلين المساحة لنا بش يطلع الناس يعني تقضي حاجتها يعني في النهار يعني مستحيل نقدر نحبسهم بس سيارت حتى لما يطلعوا في النهار يعني يكونوا متشددين في الحرص يعني يزيدوا يلبسوا كمامات ويلبسوا وما فيه نحن شعب بصائري نحن نشدوا فيها في جورة بعض يعني إلا أنا لقيتك لابس كماما حقيقة لا مرة هذه لا بجديات لا لأنه زي ما قلت لك يعني يخافوا على ناس طبعا لازم كل واحد يدير احتياطة ولما يطلع يلبسوا كمامات وتعقموا وكل شيء لانك انت لما لو لا صامح لنصبت بالمرض مش هتنصب بي انت بس هتضر عيلتك كاملة فلازم تخاف عليها انت طبعا مهان زي ما عرفين نحن كنت طبعا لقيت في تركيا ما عاش قدرت تروح لي ليبيا يعني لقعدت هنا ولا قعدت غادي وفي نفس الوقت مش قادر تمارس حياتك الطبيعية في تركيا بسبب الحجر الصحي صحيح طبعا الحجر الصحي طبعا هني مش مدارين يعني حضر تجول بس هني حاجر روحي 24 من طلعش يعني انسان نبي روح للمالية سالم وعادي انا روح نحجر روحي حتى مش سبوعين او الدولة تحجرني شهر ان شاء الله في الصحراء تبني في الصحراء نقعمزوا في الصحراء شهر شهرين ولي ما في شي روح سالم غانب للمالية ما عنديش مشكلة بس زي ما قلتي هني لازم ما هتموا برواحنا هني شوية طبعا هو زي ما تعرف انت الحجر المنزل في ناس مثلا مش متعودوا تقعد في الحوش يمكن مسبب لها اكتئاب او حاجة انت من الناس هالي او لا اكيد 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 مسبب لك يعني اكتئاب و تبي تطلع و تبي تشعر بالضبط اكيد انا مش قادر حتى الحل لك خايف معنا احنا لازم توا نضغطوا علي نفسنا شوية باش ان احنا بعدين نقدر نطلع و نقدر نرجو حياتنا الطبيعية باش المرض ما قدرش ينتشر اكتر ما هو اصلا منتشر بالضبط ونسي انت عارفو عل عائل اشوئي انت سهنيبو انت بروحوك هاني لا ندو اعنا نستاه اه يعني تعارفو عل عائلاتك مكتر مرحي معياصحابي يعني معي لا اصلا واع نخوذر متى انت م Juriu van كيف هي المبدأ فعلا اكيد اكيد مرحي قلت لك اكيد اكيد اه من معي الص fas معي والعموش معي هامي الخباط معي الولاد المشأف أو الحفظي عنا وانضر claiming الناس حمال استعمال وانطعوا في المياه داضاه وانطبوا في الهوش قدرست